بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كنتم مننا يلقاكم هذا الفيديو بألف خير وصحة وعافية وأحوال طيبة بإذن الله ومرحبا بكم معايا من جديد فيديو جديد ووصفة جديدة واليوم على بركة الله غادي نشارك معكم واحد صلاطة عائلية ممكن تقدموها في عيد الأضحى المبارك ترافقوها مع المشاوي ديالكم أو العراضات والمناسبات ديالكم بما أنه الصيف على الأبواب تكتروا الضيوف تكتر المناسبات صلاطة ديال النهار الكبير وتحمير تلوجه كما أنها اقتصادية وفي متناول الجميع وخد شوفوا هكا رهها بسيطة في التحضير غادي نشارك معاكم كذلك وحد طريقة ديال المايونيز طريقة رائعة وناجحة مئة بالمئة وما تنسونيش أخواتي متعليق ديالكم زمينة واللايك لفيديو فضلا وليس أمرا بشتعم الفائدة وتكبر العائلة ديالنا ودبا غادي ندزع لبركة الله المقادير وطريقة التحضير بسم الله وعلى بركة الله أول خطوة غادي نحضروها هي المايونيز غادي نحتاجوا فيها بيضاء تكون بدرجة حرارة المطبخ جوج ملعة كبار من الخلج جوج ملعة كبار من عصير ديال الحامض أو الليمون قليل من الإبزار والملح ملعقة صغيرة ديال الخدل أو المطاغت كاس ديال الزيس كأس ديال العنباء أو الشاي المغريبي غادي ناخد الليبنات واحد الأنية غادي نوضح فيها ذاك البيضاء مع ذاك المقادير اللي عندي قع كاملين ما عدا الزيت اللي غادي نبدأ نضيفه بالتضرر شوية بشوية غادي ناخد ضرورة الليبنات خصنا البراميكسر باش الوصفة تنجحنا و تجينا ناجحة مئة بالمئة ديبا غادي نبدأ بإضافة الزيت شوية بشوية حتى نحصل على واحد المايوناز عاقد ورائع البنات في الماضيق دياله تيجي مميز أنتو ما غادي تشوفوا القوام ديال المايوناز ديالنا كيخصو يكون وهالمايوناز ديالي من بعد ما طلع البنات شوفوا القوام دياله كده يا رائع تيجي تقيل وأكثر يبني تنزيد ندخلو لتلاجة هي ضرورة لبنات البيض تكونوا مخرجينو لتلاجة باش ينجح معاكم وغادي ندخل هاد المايوناز لتلاجة حتى يبرد تماما وفي هاد الأثناء غادي ندوزوا نحضروا سلطة ديال الأرز اللي غادي نحتاج فيها النصف كيلو ديالروس صفر من بعد ما مغسول جيدا ومسلوق في ماء مملح غليان واضع في القليل من الزيت غادي نحتاج كذلك المايوناز من بعد ما بردت وعلبة ديال التون اللي غادي نستعملها بالزيت ديالها كذلك علبة ديال الدراء وماييس من بعد ما مغسولة ومسقطرة تماما فلفلة حمرة مقطعة قطعة صغيرة الخل قليل من الملح بطبيعة الحال وعلى حسب البنات تقدروا تضيفوا زيسون خضر الكورنيشون لهاد الروس تقدروا تضيفوا جلبانة مسلوقة كذلك تيجي مدق ديالها وتيجي مواتية مع هاد السلطة غادي نوضع ديال الروس في وحد الآنية غادي نضيف له العلبة ديال التون مع الدراء مع فلفلة حمرة غادي نضيف كذلك اللي هم الخل مع المايونيز هاد الكمية كاملة اللي بنتخلي احتفت فقط بوحد المعالقة صغيرة غادي تعرفوني علاش احتفت بيها وغادي نخلط هاد العناش صير حتي تجنسوا مع بعضياتهم وغادي ناخد هاد القالب هو اللي غادي نوضع في هاد السلطة من بعد ما دهناها بالقالية من الزيت وغادي نفرغ هاد الروز به هاد الكمية غادي نفرغ ذاك الروز ذاك الكمية اللي عنديها كاملة وانضغط عليهم باش ياخد الشكل ديال القالب ودابايا البنات غادي ندوزوا نحضروا السلطة ديالنا كماشتوا كل شي حطا فوق سطح العمل باش يجيني ذاك شي منظم البنات وساهل العملية جيني ديال تحضير السلطة خديت الخضر الخضر اللي البنات مفورهم في الليل ولا صالقينهم على حسب كل واحده كتيبغي لوجود الخضر رياله وانا تنفضلها تكون مفورة احسن خديت بطاطا مع الجازار مع اللوبيا او ليزاريكو مع قريعة خضر بطبيعة الحرة هم غسورين جيدا ومنقيين ومقطعين دوائر بالنسبة الجازار وخيزو ومقطع كذلك اللي زاريكو بهالطريقة وبطاطا كذلك تيام قطعها بهالطريقة ومفورين البنات يوستح سنة العملية ديروها في الليل وما تطيبوش الخضر ديالكم بزا باش يبقاوا محافظين على الشكل ديالهم خديت الباربة مقطع قطع صغيرة واضع معها بصيرة وشوي القصبر ومعدنوس خديت كذلك القطع ديال الدجاج هالدجاجة البنات تحكى عليه شوي ديال التومة مع القليل من الملح والإبزار وشوي ديال الزعتر والكامون ووضع عليهم الزيتهم طيباهم تماما في هاد المقيلة ووضعتهم في هاد الكوردون باش يجي من الدر ديالهم في التقديم تيجي وراقيين وزمينين غدي ناخد كذلك طومات سوريز خديت الكرومب هذا الكرومب كذلك الأحمر اللي فارماه في آلة الهاشوار خديت كذلك طومات سوريز اللي وضعها في دكالة غدي ناخد واحد زليفة وضعت فيها القصبر والمعدنوس مع القليل من الملح والقليل من الإبزار غدي نحتاج كذلك الكامون شوية ديال الزعتر وشوية ديال الخل وغادي ناخد كذلك زيت مازيج بين زيت زيتون وزيت المائدة غادي نوضعه في هاد فهد زليفة غادي نضيف عليهم الخل غادي نضيف عليهم الكامون والقليل من الزعتر تيجي مضاق لي لهاد المغيناد ولهاد شرمي للبنات تتعطي وحد المضاق رائع لهاد الخضر غادي ناخد البنات وحد المقلاء وضحت في هاداك الجزر اللي ديجا مفور عندي غادي نضيف له هاد شرمي لهادي ولا هاد المغيناد هادي غادي نوضع غادي نصوطيها على نار متوسط هاد الخضيرة حتى يتجانسوا جميع المقادير وغادي نوضحها جانبا وبنفس طريقة غادي نستمر حتى نكمل داك الخضراء اللي ينفور عنديها كاملة اشتركوا في القناة ومن بعد ما حضرت الخضر ديالي غادي ناخد داك الباربة اللي ديجا مسلوقة هم قطعة قطعة صغيرة وادها عليها وحد البصيلة صغيرة مع القليل من القصبر والمعدنوس ضفت عليهم الخل شوية ديال الملحة داك معالقة صغيرة ديال المايونيز اللي حسفدنا بها وغادي نخلط هاد المقادير جيدا ودابا غادي ندوزو نحضروا داك الملفوف كذلك تهو اللي فارما في آلة الهاشوار وضحتو في الآلة ديال الهاشوار وفرمتو بهالطريقة هدي ضفت له معالقة كبيرة ديال العسل مع القليل من الملح وضحت كذلك عليه شوية ديال الجوزة او القرقاع محا كذلك القليل من الملح مازيج بين الملوحة والحلاوة تتمدق رائع لهاد الكرام تقدرو تضيفو عليه الزبيب مرقد في الماء الظهر تقدرو تعودو داك جوج ملاعق كبار ديال الكريمة بالياغورت وفي هاد الاثناء كل شي جاهز دا بغادي ندوزو نحضرو السلطة ديالنا غادي ناخد الخصة البنات بعد ما غسلها جيدا ومنشفاه من الماء هاد الاسيوز دائما تنوضحها بهالطريقة باش تجيني المنظر منين تنقلب السلطة ديال الارزيالي تجيني راقية في المنظر وغادي ناخد الصحن فاش غادي نقدم السلطة ديالي كما اشتو في الوسط خطيت البنات واحد سلافة وضعتها في الوسط باش نعرف العبار ديال الصحن ديال السلطة ديال الارز فين غادي نحطوه وخطيت الخضر ديالي غادي نستفهم بشكل متساوي يستحسن الالوان اللي يكونوا متشابهين بعدو بعدو على بعضياتهم لان العين تتقل قبل الكرش ويجين المنظر ديالهم متول ويجي السلطة ديالنا راقية دابا البنات غادي نوضح الخضر ديالي بشكل متساوي وانتو مطبط الله راه جميع السيدات راه معروفين بتتاوي ديالهم والحداقة ماشي بالضرورة تلتازموا بها الطريقة اللي يعطيتكم ديال تقديم السلطة تقدرو ما يكونش عندكم التبصيل أوفال او صحن أوفال يكون دائري تقدرو تلعبوا في طريقة ديال زين كما بغيتو ومن بعد ما ستفت داك الخضر ديالي بشكل متساوي يشوفوا الالوان رائعة رائعة لبنات تفتح النفس خديت داك السلطة ديال الارز ووضعتها في الوسط وكذلك خديتها الطوماتوريز زينتهم في الجوانب ديال هات السلطة فعلا منظر ومضاق رائع كذلك في الوسط غدي نوضح الخص وغدي نزينهم بدك بدك الطوماتوريز اللي وضحها عليها دك لدانت فيومي جا منظر رائع رائع لبنات في الوسط وضعت ورقة ديال الآزير وهذه هي النتيجة النهائية ديال الطبق اللي شاركتي معاكم فعلا رائع يستحق تجريبة وتنتمنى تجربوه ويعجبكم يعجب الضيوف ديالكم العائلة ديالكم بالنسبة للأخوات اللي تصغبوا الطلبيات وإلى اللقاء في فيديو قادم والسلام عليكم